دكتور توقفنا عند مسألة علم النفس الإيجابي وقابلية الإنسان للتطور هل هذه الأبحاث جديدة أم هناك سابق في التاريخ؟ طيب نبدأ بكلمة منتفائلة بالخيري وجد صح كده؟ نعم في الأول خلص 1500 سنة كنا بنقول أن الذي يضع همه على الله سبحانه وتعالى فمن يكفيه هو الله فمعنى كده أنه ليس النهاردة هو مضمون التفكير الإيجابي التفكير الإيجابي هو أننا في حال أفضل من غيري وأننا منتظر أن الغد سيكون أفضل نحن كنا عاملين حملة بعد الثورة على طول بثلاث شهور كنا بنأحلى بينا أنا بنكلم من؟ بنقول أن بينا دا هو الشباب الشباب هو اللي يطور ما يبقاش مستني أن يحط الحملة على الحكومة يحط الحملة على بابا أو على ماما لا الشباب يبتدي يطور نفسه وما زلنا بنحاول أن نحن وطبعا في الفترة السابقة اليام الاستفتاء وتجهيز الاستفتاء حصل شرخ في نسيج الشرع المصري وإحنا محتاجين تاني نحن نعالج الشرخ هذا أو نرأب الصدع ما بين طواقف المجتمع المصري ولن يكون هذا إلا أن نحن نحاول تاني نبين للناس ما هي قيمة التفاؤل ما هي قيمة غدا أيوة كتير بيقولوا تفاؤل إيه؟ إحنا عندنا مشاكل والحال لا يمكن أن تنفصل الأمل عن الغد الأمل والغد متلازمان جميل ولكن يا دكتور على المستوى الواقعي يعني هناك زي ما حضرتك تفضلت وقلت مشكلات الواقع وأزمات اقتصادية وأزمات في مجالات العمل للشباب كل هذه الأشياء تدفع بالإنسان أو بالشاب إلى الإحباط إزاي يتخلص؟ يعني فعلا هيقولك طب أنا إزاي أبقى متفائل؟ إزاي أبقى متفائل أن أنا أؤمن بنفسي أؤمن أن أنا قادر على أن أغير من حالي أغير من حالي بقى دي أن أنا أشتغل زيادة أتعلم زيادة أساعد زيادة أن أشترك في أشياء ممكن تفيد المجتمع ولا تعود علي أنا بصفة شخصية الآن إزاي نحن نحاول أن نحن يبقى لنا دور كل إنسان مننا بيحتاج إلى أن يكون له دور أو له فائدة حتى ابني في البيت الصغير لو حاسس أنه ما عليهوش مسئولية أن يفعل كده فاللي بيحصل أنه هو بيتأخر مش كل الولاد لما تيجي الأجاسة تتأخر في النوم لأنه هو حاسس أنه ما ورهوش مسئولية يبقى لازم إحنا ندفع الشباب أنه يعرف أن له دور وهذا الدور أنه هو ينزل ويحاول أن يعمل ويحاول أنه يعمل حاجة يفيد بيها نفسه أو يفيد بيها تاني أسرته أو يفيد بيها مجتمعه لأن أنا كون أن أنا أعتمد أن أنا مش لاقي عمل حقيقي إحنا بنواجه مشكلة في البطل طيب لو جيت قعدت في البيت حيحصل إيه؟ حابتدي غالبا مش هيلاقي عمل برضو أشكده ولا إيه؟ يبقى لابد أن إحنا نبدأ أن إحنا نسعى أنا بأدرب مدربي اللي بيسموهم التنمية البشري بيجوا يقولوا لي طيب إحنا دلوقتي أول ما بنخلص اللي إحنا بنتعلمه عايزين نروح نشتغل فقلت لهم هو أنت متوقعين ودائما بقولها لهم هو أنت متوقعين أن العمل هيجي يخبط عليك انزل أنت راجل النهاردة بقى معاك شهادة أن أنت بتقدر تعمل انزل أعمل دورة في مسجد أو في كنيسة انزل أعمل دورة في مؤسسة من مؤسسات اللي بتحاول تساعد أنا معرفش هل من حقي أن أنا أقول أسامي مؤسسات بتعمل في الخدمة كل الناس دي بتحاول أن هي تنمي المجتمع طيب هما الناس دي محتاجة متطوعين حيعرفوا أن أنت متطوع منين روح قلهم والله أنا عندي خبرة في كده 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 وأفعل كده كده أما أبتدي أنا بقى أبتدي أشتغل يظهر المعدن إذا كنت أنت جيد أم غير ذلك إذا كنت جيد فيما تفعل الناس هي اللي هتدور عليك إذا كنت غير ذلك اشتغل أنا ما بقول لك شركا بقى يبتكر أو يفكر بتفكير جانبي آخر لازم تلاقي اتجاه آخر يعني مع الحياة الأصل السابت في الحياة هو التغير جميل جميل دكتور من أمراض العصر التي سمعنا عنها كثيرا مرض الهرولة ليس بالنسبة لمن يبحثون عن مجالات عمل أو عن تطوير ذاتهم ولكن عمن هم مشغولون بأكثر من مجال ولديهم أعباء وضغوط كثيرة في الوقت هركئ كيف ينمون أنفسهم كيف يمكن أن يصبح الوقت جزء من إدارة حياة والله بص يا حضرتك أنا لي في هذه الكلمة حاجة قلتها قبل كده ودائما أحب أن أذكر بها الناس نحن ما نقدرش نتحكم في الوقت حضرتك تقدر توقفي ساعة؟ بالتأكيد لا لا يبقى اللي بنقول نحن ندير الوقت ودير الشيء يعني سوقه أنا ما نقدرش أسوق الوقت يبقى أنا أغير في إيه بقى؟ أغير في طباعي أنا والشخصية بمعنى أن أنا أحكم نفسي يعني توجد مهدرات للوقت كثيرة جدا ودي دائما ما بتكلم عليها مثلا إحنا الآن في القاهرة أصبحت القاهرة المرور أصبح زحام شديد وزحام شديد والناس بقت بتضيع وقت في المواصلات إذا كان ركب عربيته أو كتاب تفرجي في أوروبا أو في أي حتة المترو مدروس بني عدمين يعني ما فيش خرم إبرا وتلاقي كل واحد فيهم ماس الكتاب وبيحاول أنه هو يقرأ ويثقف نفسه استثمر للوقت بيستثمر الوقت بيحاول يستغل الوقت اللي هو بيعمل فيه ولا حاجة أنا شخصيا واحد من الناس استمعت إلى كتب اسمها الأوديوبوكس اللي هي الكتب المسموعة نعم يبقى وانا ماشي ممكن اننا لو معايا حاجة صغيرة بتاع تحاول وسعج الأيبود أو التليفون أو التليفون المحمول بقت فيه طيب ما تحط الكلام ده وحط سماعة في ودنك وانت راكب الميكروبوس وماشي الوقت ده انك تعمل بي حاجة أنا الناس أصبحت مضغوطة عشان أكل العيش انه مضطر انه هو يعمل حاجة واثنين وثلاثة وانا كده وحضرتك كده وكل الناس اللي هي بتحاول ان تبحث على النجاح بتحاول ان تستسمر الوقت فتعمل ايه فتضغط على نفسها ان هي تلزق حاجات جنب بعض كتير وبالتالي يبتدي يحصلوهم الضغوط النفسية الضغوط النفسية دي مقالها في النهاية لانهما بينقلب الى امراض عضوية وامراض عصبية ويبدأ الناس تنسى وكده وبالتالي انا برضو تاني بقول ايوة كلنا لابد ان نعمل ولكن بدون ان نضغط على انفسنا بمعنى ان انا انظم كيف استمتع بوقتي كان كلمة من احد اصدقائي قال اللي ما بيعرفش يتفسح ما بيعرفش يستغل جميل دكتور الخريطة الزهنية او تنظيم افكار الانسان وصياغة خرائط لحياته بالاضافة الى البرمجة العصبية الخاصة بالانسان سنتحدث عنها مشاهدين العزاء بعد هذا الفاصل مشاهدين اذا كان جهاز الكمبيوتر هو جهاز حديث وشديد التعقيد فان لدى الانسان اعظم كمبيوتر في العالم وهو الجهاز الذي منحه الله في عقله وفي تفكيره المخ البشري دكتور كيف يمكن برمجة عقل الانسان لضبط حياته ولوضع خرائط لمستعبله والله هو احنا ندين في هذا الامر اللي حكات الخرائط السهنية العالم او كاتب كان اسمه توني بوزان توني بوزان دا كان واحد بيحاول ان هو يشوف تطوير سليب التعليم فاعمل عمل ابحاث الابحاث دي ترتكن على ان العقل له نصفين او المخ له فصين فص له علاقة بالرسم والابداع والفص التاني له علاقة واتخاذ القرارات وابتدى يدرس هذا الامر اكتشفنا ان الانسان لا يستخدم اكتر من 12% من قدراته العقلية عندما يستعمل الكلمات نسبة محدودة جدا اما اذا مزج الكلمات بالالوان والرسومات فنقدر ان احنا نرفع الاستفادة بالنصف الثاني من المخ وبالتالي ابتدى يعمل حاجة اسمها الخرائط الزهنية او المايند مابس الخرائط الزهنية هي ايه بتبقى عبارة عن ورقة عادية خالص مقاس اي فور اللي هو الورقة الفلوسكاب البيضة اللي مش مسطرة ولا حاجة وتبتدي تشوفي انت عايزة تعملي حاجة فتحطي في منتصف او في قلب الورقة تحطي جوة دايرة او مربع او مستطيل ايه اللي انت بتفكري فيه وتبتدي تشوفي الافكار الفرعية الناشئة عن هذه الفكرة دي وامسك كل طرف فرعي وابتدي يعني مثلا هنتكلم ان احنا راحين المصيف اعمل ايه احنا محتاجين عشان المصيف محتاجين المايوهات فاروح رسم خط كده واروح رسم مايوه بتخيلي انا مش لازم يكون مايوه جبار يعني قد تكون بصورة ذهنية معين وبعدين اروح شدد خط تاني وارسم شمسي اشد خط تاني وحط الشبكة بتاعة العربية عشان ما ننساش نركبها طيب الشبكة بتاعة العربية دي محتاجة ان احنا نروح للميكانيكي فاشد خط واكتب الميكانيكي وبالتالي بحط التفاصيل كلها التفاصيل داخل الورقة ملونة فبتعتمد انها تتخزن في انهي في الجزء الذي لا يستخدم من العقل اللي هو جزء بتاع الابداع وبالتالي ده بيدي امكانية اعلى لان الانسان يستخدم النصف التاني من المخ اللي هو مسؤول عن الاشكال والصور والالوان والده احنا ما بنستعملوش في حياتنا الطبيعية يعني انا وحضرتك بنتكلم دلوقتي احنا بنتكلم بنستخدم فقط المحتوى الكلامي والمحتوى الكلامي لا يعبر عن اكتر من 22% من الرسالة والاقوى ان انا لما بكلم حضرتك حضرتك بتتذكري واحد من كل 32 كلمة انا بقولها بعكس الكتابة او عمل تصور بعكس الصورة بعكس الصورة اللي موجودة وده اللي اكد لحضرتك لو حضرتك قريتي كتاب من الجلدة للجلدة ومثلا 200 ورقة وطلبت من حضرتك انك تلخصي حتلخصي الكتاب ده بالكثير بالكثير في 6 او 7 ورقة يبقى انت تذكرتي فقط من كل 32 كلمة تذكرتي منهم كلمة واحدة بس هي دي اللي هتعمل التأثير في حياتك وعليه فالهالك كتير او لكن الصور الزهنية والافكار العقلية بتقدر تستمر بكفاءة اللي هي بنسميها الافيشنسي الكفاءة اعلى بمعنى انها ممكن الاحتفاظ بيها في المخ الى فترات زمنية اطول وبجودة عالية زي ما بيقولوا كده عرفوا حريطة الاسكانر او المسح الضوئي اللي احنا بنقض عليه الورقة ياخدها ويتطلق بتبقى ملتصقة في نصف العقل اللي احنا ما بنستخدموش اولا دكتور هناك كلمة مجازة حضرتك بتوجهها لاستاذ المشاهدين الان حول الكفاءات والقدرات الموجودة في الانسان وما عليه ان يبذل تجاه نمرة واحد ثق بنفسك اعلم ان المفتاح النجاح هو انت اعلم ان عالم زي اديسون اللي اخترع المصباح عمل الفين تجربة وافلح في التجربة رقم الفين وواحد ان هو ينور اللمض اللي احنا حوالينا دي كلها كانت اول لمبة فاعلم انه اذا لم يصيبك النجاح في اول مرة فسيصيبك النجاح في اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها اعمل ولا تيأس الله سبحانه وتعالى اودع فيك قدرات انت لا تعلمها وما عليك فقط ان انت بس تشيل الاشرة وحتلاقي ان انت قادر تعمل حاجات عمرك ما انت تقدر تكنت تتخيل افتكر نفسك لما انت كنت في الاعدادية وان انت نفسك تبقى مهندس وبعد ما بقيت مهندس كنت انت في اعدادي تدخلن دي حاجة مستحيلة وبعد ما بقيت مهندس انت عملت المستحيل فكلنا قادرين على ان احنا نحقق ما نراه الان على انه مستحيلا لو عملنا بجد واخلاص وبصدق نية لاصلح انفسنا ومجتمعاتنا وطننا ان شاء الله شكرا يا دكتور الحياة دي نصيحة هامة جدا وجميلة وتدعو الى التفاؤل سعداء بهذا اللقاء جدا شكرا يا دكتور انا اللي شاكر لحضرتك جدا مشاهدين العزاء بهذه الدعوة للتفاؤل نترككم على خير ونلتقي بكم في الاسبوع المقبل ان شاء الله وحلقة جديدة ورؤية جديدة